اشتركوا في القناة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حضي بها جلالته والوفد المرافق خلال جلسة المباحثات الرسمية التي حضرها وفداء البلدين جرى استعراض مسار العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والتعاون الاستراتيجي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية على مختلف الصعد في ظل حرص البلدين على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يحقق مصالحهما المشتركة وشهدت المباحثات التشاور بشأن العلاقة المتميزة بين البلدين حيث اكد فخامة الرئيس المصري في هذا الصدد ان امن مملكة البحرين والخليج العربي بصفة عامة وجزء لا يتجزأ من الامن القومي المصري كما اكد فخامته على مساندة مصر لمملكة البحرين في حربها ضد الارهاب واكد جلالة الملك المفدى ان العلاقات البحرينية المصرية هي علاقات قوية ومبنية على روابط راسخة من مشاعر الاخوة والتعاون المشترك في المجالات كافة واكد الجانبان على تميز ومتانة علاقات البلدين الشقيقين وتطلعهما الى استمرار التنسيق والتشاور على كافة المستويات ونفع التعاون الثنائي الى افاق جديدة بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين لا سيما في هذه المرحلة الهامة والتي تتطلب تضافرا للجهود لمواجهة التحديات المختلفة واعرب صاحب الجلالة عن تقديره واعتزازه بمواقف جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والداعمة لمملكة البحرين وجهود فخامته في ترسيخ اسس التعاون المشترك بين البلدين مشيدا بالدور المحوري للشقيقة مصر في الدفاع عن قضايا الامة العربية ومصالحها وحماية الامن القومي العربي ومؤكدا على ما تمثله مصر من دعامة وركيزة اساسية للامن والاستقرار في المنطقة وان مصر القوية هي سند وقوة لكل العرب معربا جلالته عن تمنياته لمصر الشقيقة كل خير وعزة ورفعة وان تنعم على الدوام بالامن والاستقرار لما فيه تقدم ورخاء لشعبها العزيز كما بحث جلالة الملك المفدى والرئيس المصري الاوضاع المستجدة في المنطقة ومجمل الاحداث الاقليمية والدولية وتنسيق مواقف البلدين بشأنها وتأكيد على بذل كافة الجهود الرامية الى احلال السلم والامن والاستقرار ومكافحة الارهاب والتطرف في المنطقة وفي هذا الاطار اكد الجانبان اهمية تعزيز التضامن العربي وتحقيق المصلحة العربية المشتركة معربين عن تطلعهما لانعقاد القمة العربية في الاردن الشقيق والتي تشكل فرصة مواتية لتعزيز وحدة الصف العربي وبلورة رؤى مشتركة لمواجهة كافة الاخطار والتحديات في ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات سياسية من جانبه رحب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجلالة الملك المفدى وعبر عن سعادته بهذه الزيارة التي تصب في صالح البلدين وتعزز علاقاتهما وتعاونهما في العديد من القضايا الاقليمية والدولية مشيدا بدور جلالة الملك وحصه على الارتقاء بعلاقات البلدين الى مستويات متميزة كما حيا فخامته المواقف الاصيلة لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى تجاه مصر وشعبها مثيا على الدور المشرف لمملكة البحرين في دعم مسيرة العمل العربي المشترك وقد حضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الاتحادية مساء اليوم مأدبة العشاء التي أقامها أخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة تكريما لجلالة الملك وأعضاء الوفد الرسمي المرافق بمناسبة زيارة جلالته لمصر الشقيقة حضر المأدبة كبار المسؤولين في الحكومة المصرية وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك المفدى إيمان راسخ بوحدة المصير العربي توجل علاقات البحرينية المصرية هذه العلاقات التاريخية الممتدة ازدادت رسوخا ونماء على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأمنية لتمثل نموذجا للعمل العربي المشترك القائم على روح الأخوة والاحترام المتبادل زيارة عاهل البلاد المفدى للجمهورية الشقيقة تتوج التطور الكبير الحاصل في مسيرة العلاقات البحرينية المصرية والتي تعود تاريخيا لعقود مضت وازدادت كثافة خلال السنوات الأخيرة خصوصا في ظل التطورات المتلاحقة التي تستدعي التقييم والمشاورة كما تؤكد الزيارة مدى الحاجة إلى تبادل وجهات النظر والتشاور فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك لسيما إزاء الملفات الشائكة التي تلقي بظلالها على أمن دول المنطقة برمتها مما لا شك فينا العلاقة بين البحرين والجمهورية مصر العربية علاقة ذات جذور تاريخية وليست جديدة فزيارة سيدة جلالة الملك لمصر تجسد عمق هذه العلاقة وتؤصل للمرحلة والمستجدة على الساحة سواء كان خليجيا أو سواء كان دوليا وتوحيد المواقف هذا يعزز وحدة التماسك العربي في مواجهة التهديدات ومن المتوقع أن يفتح اللقاء بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بابا أكبر للتنسيق المتزايد بين الدولتين الشقيقتين خصوصا مع مواصلة هذه اللقاءات واستمرارها دون انقطاع يذكر خلال السنوات الأخيرة تأتي في إطار التنسيق وتأتي في إطار الأولوية اللي بيمنح القيادين للتعاون والتكامل الاقتصادي فيما بين الدولة العربية فالوضع الطبيعي أن من حق المواطن العربي أنه يشعر أن القيادات بتسعى إلى خلق وضع اقتصادي تكاملي ولمواكهة كل التحديات ولتوفير حياة كريمة للمواطن وده هدف جلالة الملك في البحرين وهدف السيد الرئيس في مصر نحن لازم ننقى بنفسنا عن أي خلافات ونحط مصلحة المواطن العربي في المقام الأول بالنسبة لنا ولازم نسعى إلى تحقيق تكامل الاقتصادي إلى تحقيق التحسين الأوضاع الاقتصادية وعشان نقدر نوصل للإمكانيات الفعلية اللي موجودة في العالم العربي اللي نتيجة للتشارزم ده إحنا مش قدرين نستغلها على الوكه الأكمل لمصلحة دولنا ولمصلحة شعوبنا لبنة جديدة ستضاف لتوطيد أركان العلاقات البحرينية المصرية وبنيتها الراسخة والتي تمتد في أعماق التاريخ والذاكرة الوطنية لكل الشعبين الشقيقين وتشمل كافة القطاعات يقودها تناغم سياسي كبير بين قيادتي البلدين سيساهم في إيجاد أرضية مشتركة للتنمية وتعزيز مسيرة وتطور العلاقات خصوصا فيما يتعلق بتوسيع أطر التعاون الاقتصادي والمشروعات الاستثمارية الثنائية ورفع حجم التبادل التجاري سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين